مدينة الدخلة عرف مشهدها الحضاري تحولا كبيرا خلال السنوات الاخيرة بفعل العديد من برامج تأهل الحضاري للمدينة برامجه ساهمت في تعزيز تجهيزات القرب وارساء الاسس الاقتصادية لحاضرة وادي الذهب الوكالة الحضارية لجهة الدخلة وادي الذهب تصهر على التخطيط الحضاري الذي يلائم خصوصية الجهة وبلورة خطط تروم تصحيح الأوضاع وتدارك النواقس واستباق الظواهر المحتملة في مجال التأهيل الحضاري ممكن نقول بأن مدينة الدخلة اليوم مدينة جميلة جدا نظرا للمشاريع العرفات على المستوى الحضاري هي مدينة بدون صفح تعلن عليها في 2010 ولكن عرفات من بعد ذلك برامج حكومية مستفيدة المدينة الآن هي مدينة سنفسية على مستوى متعددة لنذكر منها المؤهلة السياحية والصيد البحري والفلاحة لنقدرون نقول كذلك أن مدينة هي مدينة بيئية بمسياز الدخلة التي أعلنت مدينة بدون صفح سنة 2010 بدلت العديد من المجهودات للتهيئة والتنمية على جميع الأصعيدة من أجل القضاء على السكن العشوائي والاستجابة لحاجيات ومتطلبات السكان وإرساء أسس التنمية المحلية المستدامة طرقنا أبواب قطني المدينة للتعرف على وقع برامج التنمية المستدامة على حياتهم اليومية بالنسبة للوتيرات العمران ما هي مشهود لها يعني من استرجاع الجهة ويوم بعد يوم الحمد لله البنية التحتية تتحسن وكذلك المساكن تتوسع وانتشار موجود الحمد لله الحمد لله فما تقدمت كبير تبارك الله والداخلين نقارنوها مع مدن أخرى لأن اللحظة فما فرق كبير الحمد لله فما فما فرق الحمد لله مشاريع التأهيل الحضاري للداخل ستآهل المدينة للانتقال إلى نموذج تنموي جديد يجعل المواطنة في الأقاليم الجنوبية هدف كل المشاريع والبرامج التنموية